الرديد تسعين تسعين هواها مصر ملابسات صناعة الغنوة قالك ان في التسعينيات تعلمنا في الاكاديمية ان كان فيه اه بيجي ناس يعني اي حد بيبقى كاتب كلام شجر نخل طارح السنابل اه كلام مش مفهوم يعني فتقول له تمام اه انت كده تمام يعني ما تحبش تحرجه يعني فقالك ان طلب من صناع الفيلم يعملوا اغنية اه على الشكل ده اه طبعا عمر دياب اه كان بيقصد ان فيه ناس زي ما انا قلنا كده بتكتب كلمات بس مش مفهومة وملهاش معنا والناس دي اللي بتكتب كده اه ما تقدرش تحرجهم او تكسفهم يعني او تناقشهم لكن بتقول لهم تمام الغنوة دي معمولة في اطار فيلم ايس كريم في جليم طبعا كلكم عارفين اللي كتبوه وانتجو الدكتور مات حتى العدد اه عن قصة للمنسي اه قنديل اه وعمر دياب اللي ملحن الاغنية ديت على فكرة الغنوة دي بتتكلم عن التغيرات الاجتماعية بعد الخمستاشر سنة انفتاح انت عارفين طبع الفيلم ده كان اه في التسعينات يعني بعد خمستاشر سنة انفتاح اه اقتصادي ودخول مصر السوق العالمية وبترسل كمان صعود طبقات استفادت من الانفتاح وسيطرت الاعلان على الاعلام وان الفن ملهوش مساحة كبيرة وان المناخ هو تقديم فن استهلاكي يناسب التغيرات اه طبعا اي حد ممكن يعترض عن رؤية ديت لكن كل واحد طبعا ورؤيته يعني عمر دياب بدأ يغني عايز اقول لكم اللي هو سنة تلاتة وتمانين بالبوم اه اسمه طريق وبعديه برضو اه بسنتين سنة خمسة وتمانين عمل البوم اسمه اه غني من قلبك بس ما بدأش ينجح يعني شوف عمل الالبومين دول بس ما نجحش ليه بقى قالك ان يعني هو كان ماشي في سكة اه سكة الغنى بتاعته اه مش سكته خالص يعني هو قالك ما بدأش ينجح الا مع البوم هلا هلا اه سنة ستة وتمانين اه لان عمر دياب في الالبومين زي ما احنا قلنا كده الاولين كان بيغني من منطقة اللي بيغني منها محمد منير وعلي الحجار وشوية كمان متحة الصالح وغيرهم والمنطقة دي مش مناسبة لعمر دياب اه فكان بقى من الزكاء اه والجرأة والموهبة اه ان عمر فيهم الموضوع وعمل نفسه منطقة جديدة في الابوم اسمه هلا هلا زي ما احنا قلنا وتأكد في الابوم اه خالصين وبعد كده الابوم اه ميال نجاح عمر دياب في المنطقة دي اللي عمله نفسه بصراحة محل تقدير واهتمام على فكرة عمر دياب في احدى الجرايد كان في التسعنات كان اسرة الجورنان دوت يعني كان عاملله اه حوار اه وسألوه بيقولوا اتكلموه عن الابومين الاولين اللي احنا قلنا اللي هو طريق وبغني من قلبي اه فقال دي فترة اه لخبطة وارتباك اه ارجع تاني الفيديو اللي الجمهور طلب منه اغنية رصيف نمرة خمسة واه وقول ان عمر دياب يقدر اه يعرف الجمهور عايز ايه من الاغانية والالحام مش بيختار اي حاجة على فكرة اه الهضبة اه لكن هو ممكن يعيد تاني بعض كلمات الاغاني زي ما اسمى اغنى انا بحبك اكتر وبعدها اغنى انا اكتر واحد بيحبك ومحدش واحد باله ان ما بين الاغنيتين دولار اه كان فيه الالبوم اه تملي معك. بحب انا بالنسبة لي انا بحب عمر دياب وتجربته طبعا وكتير اه جدا من اغنيه. اه والغنى اه زي اي حاجة في الدنيا. ليها الف شكل والف لون. خلينا نغني وننبسط دي مزيكة وعلى رأيي المسأل بالحب تجمعنا.